بسم الله الرحمن الرحيم وكان من كلام الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول حب الله قال عليه السلام حب الله إذا أضاء على سر عبده أخلاه عن كل شاغل وكل ذكر سوى الله ظلم والمحب أخلص الناس سرا لله وأصدقهم قولا وأوفاهم عهدا وأذكاهم عملا وأصفاهم ذكرا وأعبدهم نفسا تتباهى به الملائكة عند مناجاته وتفتخر برؤيته وبه يعمر الله تعالى بلاده وبكرامته يكرم الله عباده يعطيهم إذا سألوه بحقه ويدفع عنهم البلايا برحمته ولو علم الخلق ما محله عند الله ومنزلته لديه ما تقربوا إلى الله إلا بتراب قدميه وقال أمير المؤمنين عليه السلام حب الله نار لا تمر على شيء إلا احترق ونور الله لا يطلع على شيء إلا أضاء وسماء الله ما بهر من سحاب تحته من شيء إلا غطاه وريح الله ما تهب في شيء إلا حركته وماء الله يحيى به كل شيء وأرض الله ينبت منها كل شيء فمن أحب الله أعطاه كل شيء من الملك والملك قال النبي صلى الله عليه وآله إذا أحب الله عبدا من أمتي قذف في قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته وسكان عرشه محبته ليحبوه فذلك المحب حقا طوبى له ثم طوبى له وله عند الله شفاعة يوم القيامة